السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير من صار البوادي وخطب النوادي قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر وشرف برسالته المنابر أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم على الطريق إلى الجنة نعم الطريق إلى الجنة أيها الصائم الطريق إلى الجنة أيها المشاهد الكريم عن عباد بن الصامت قال قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أت منتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم رواه الحاكم في المستدرك يا الله وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ولك بأن الطريق إلى الجنة أول هذه الطرق الصدق يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين قل آمين اللهم آمين يا رب العالمين أخي الحبيب الصدق مع الله بالله عليك أيها المشاهد الكريم منذ متى وأنت سألت الله ولم يعطك ما سألت منذ متى وأنت تستغفر لربك ولم يغفر لك الذنب ولم يسطر عليك العيب الله كريم أصدق مع الله يكون الله معك إن شاء الله ومن كان الله معه فمن عليه محمد بن المنكدر في يوم من الأيام يقول أصيبت مدينة رسول الله بالقحت يعني انقطع المطر وأجدبت الأرض وأقحلت السماء وكادت الدواب أن تموت فخرج صحابة رسول الله وخرج معهم بعض التابعين يستسقون يعني يصلون صلاة الاستسقاء من أجل أن ينزل الله المطر فيقول محمد بن المنكدر ودخلت مسجد رسول الله فاتكأت إلى سارية ثم أخذت أقرأ القرآن فدخل عبد أسود رقيق الحال قبيح المنظر رث الثياب هكذا يصف هذا العبد يعني ليس معروفا من الصحابة ولا من التابعين فيقول محمد بن المنكدر وهو من علماء التابعين فأخذ يصلي وبينما هو ساجد أخذ يقول يا رب خرج الصحب الكرام وخرج معهم التابعون إذا بهم يسألونك أن تغيثهم بالمطر يا رب أسألك وأقسمت عليك الآن أن تنزل علينا المطر يا سبحان الله فهو الله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه ما أنزل يديه وما قام من صلاته حتى هطل المطر من السماء حتى نزل المطر في أرض مسجد رسول الله فتحجب محمد بن المنكدر فيقول فلم يراني الرجل وصلى معنا العشاء وصلى معنا صلاة الصبح ثم تبعت الرجل يعني مشيت خلفه فعرفت داره فأتيته عندما أشرقت الشمس فوجدت أنه يعمل إسكافي يعني جزمجي أعزك الله وصانم سامعك فإذا به يقول عندما رآني يا محمد بن المنكدر أأتيتني لأصلح لك خفا أو أصنع لك نعلا قال لا والله ولكن رأيت من حالك العجب رأيت أنك بالأمس أقسمت على الله فأبرك الله الله أكبر قال فضحت وفضح سري بيني وبين ربي يا محمد يا ابن المنكدر أفضحت السر الذي بيني وبين ربي فيقول محمد فلما على صوته خرجت من داره وأتيته في اليوم التالي أسأل عنه فخرجت امرأة عجوز تقول له لقد جاءه رجل بالأمس أغضبه فقال لي في الصباح يا أم فضح السر بيني وبين ربي سأغادر هذا المكان وأذهب إلى مكان لا يعلم بي إلا الله أيها الرجل أيها الأيتها المرأة الكريمة أيها الصائم الكريم اصدق مع الله وقل اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والأوباء وسيء الأسقام أنت ولي ذلك والقادر عليه كذلك أخي الحبيب معنا الصدق مع رسول الله يا الله نعم أصدق مع سنة النبي مع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري كما جاء عند الحاكم في المستدرك يقول بين راعي يرعى في حرة يعني في أرض صحراء قال فإذا بذئب يعد على شاة ليأكلها فوقف الراعي بين الذئب والشاه فأقعى على ذنبه يعني جلس الذئب على الأرض ثم تحدث قائلا أتمنعني رزقا ساقه الله إلي فتعجب الراعي وقال وعجباه ذئب يتكلم بكلام الناس فقال الذئب وأعجب من ذلك رسول بين جبلين هل صليت عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وأعجب من ذلك رسول بين جبلين يخبر الناس بما سبقهم بما سبقهم فيقول الراعي فزويت شياه إلى زاوية يعني جعلها في حظيرة من الحظائر ثم عدت إلى مسجد رسول الله ودخلت على النبي وألقيت عليه السلام السلام عليك يا رسول الله وعليك السلام قال لقد حدث كذا وكذا معي وتحدث الذئب بكلام الناس فخرج النبي وهو يقول للصحابة والذي نفسي بيده لقد صدق الرجل ولقد تحدث الزئب وتحدث عن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق مع النبي إيه وربي أنس بن النضر عندما غاب عن غزوة بدر إذا به إذا به يقول تحسرت على حالي كيف أغيب عن غزوة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقلت والله والله لئن أشهدني الله لقاء مع رسول الله ضد أعداء النبي ليرين الله ما أفعل قال فجاءت غزوة أحد وإذا بالصحابة جل الصحابة يمشي بعيدا ويهرول بعيدا عن رسول الله لأن الرماه تركوا أماكنهم ولأن الصحابة ظل بعضهم يضرب رقاب بعض من شدة الهول ومن شدة الفزع فإذا بأنس بن النضر يثبت مع جمع من صحابة رسول الله ويقاتل ويضرب ضربة بسيف وأخرى بقوس وأخرى بسهم وهو صابر لا يتحرك كالجبل الرواسي حتى سقط جثة هامدة وعندما انتهت المعركة وأخذ الصحابة يبحثون عن الصحابي فلان والصحابي فلان إلا أنهم يجدون جثة بها بضعة وثمانين ضربة ما بين ضربة بسهم وأخرى بقوس وأخرى برمح لا يعلمونه ومن هو من هذا من صاحب هذه الجثة من هذا الصحابي لا يعلمونه حتى جاءت أخته فقالت هو أخي أنس بن النضر علمته وعرفته ببنان الله أي بعلامة كانت في أصبعه يا أخي الحبيب أصدق مع الله لذلك أقول لك أصدق أيضا مع الناس في المعاملة الدين المعاملة أنت تصل الصلوات في جماعة مرحبا أنت تحافظ على أداء الزكوات مرحبا أنت تحافظ على أداء فريضة الحج والعمرة مرحبا تحافظ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرحبا ولكن أين معاملتك يا أخي مع الناس هل هل عندما تتحدث مع الناس تصدق في كلامك أم أنك عندما تتحدث مع الناس تكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله يسأل النبي كما جاء في موطأ الإمام مالك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا قال نعم ربما يخاف المؤمن ربما يجبن المؤمن قال له السائل أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا قال نعم قال له السائل أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا يا رسول الله قال لا المؤمن لا يكذب أبدا إنزم الصدق بلال بن رباح مؤذر رسول الله دخل عليه أخوه سيدنا خالد بن رباح فقال له يا بلال أريد أن أخطب وأن أتزوج امرأة من حسن وفي بعض الروايات من كنده أعرق قبائل قريش فقال له سيدنا بلال يا خالد أما تزوجت امرأة يعني فقيرة يعني لسان الحال على جدنا وعلى جد حلنا قال له إما هذه وإلا فلا يا هذه يا لن أتزوج يا أخي قال تعال معي مشى سيدنا بلال وأخذ أخاه خالد معه وبينما هو في طريقه ودخل على القوم في بيتهم ألقى عليهم السلام السلام عليكم ورحمة الله مرحبا مرحبا بمؤذن رسول الله قال هذا أخي خالد تعلمون من نحن كنا عبيدا فحررنا الله كنا ضالين فهدانا الله كنا فقراء فأغنانا الله كنا أذلة فأعزنا الله وهذا أخي خالد بن رباح جاءكم يطلب أن يتزوج من ابنتكم فإن وافقتم فأسأل الله أن يبارك لنا ولكم وإن أبيتم علينا فأسأل الله أن يخلفكم خيرا منا ويخلفنا خيرا منكم والسلام فإذا بهم يقولون له ما كان لنا أن نرد مؤذن رسول الله كيف يرد المؤذن كيف يرد سيدنا بلال الذي كان في فتح مكة فإذا برسول الله من حول النبي عشرة آلاف مقاتل فيهم الزبير بن العوام وطلحة وفيهم عامر بن ربيع وفيهم أبو بكر وفيهم عمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وغيرهم وغيرهم إذا به ينادي فيقول أين بلال أين بلال بن رباح قال لبيك يا رسول الله أنا هذا فقال تعالى يا بلال اصعد على الكعبة يا الله كيف يا رسول الله فتأطأ له أبو بكر الصديق وتأطأ له الفاروق عمر فصعد على منك بأبي بكر وعلى منك بعمر وصعد وأخذ يؤذن ويقول الله أكبر الله أكبر له ما كان عند النبي فقالوا ما كان لنا أن نرد مؤذن رسول الله ووافقوا على الزواج وفي طريق العودة قال له أخوه خالد بعدما احمرت عيناه وانتفقت أوداجه قال له فضحتنا يا بلال أما ذكرتهم بمآسرنا مع رسول الله أما ذكرتهم بمغازينا مع رسول الله أما ذكرتهم بمواقفنا مع رسول الله أما ذكرتهم بمكانتنا عند رسول الله أما ذكرتهم بمكانتنا عند الله قال اسكت والله ما زوجك إلا الصدق مش الواحد فيكم أكصدك أكصدك أنت نعم أنت عندما تذهب وتخطب امرأة أو تخطب فتاة إذا بك تقول لها خد بالك أنا عندي رصيد في البنك أنا دخل الشهر ما بيجلش عن عشر تلاف جنيه وأنت مديون لطوب الأرض أصدق الحديث أصدق الحديث فكم من فقير أغنه من وفي السماء رزقكم وما توعدون فكن دائما صادقا مع الناس أصدق مع الناس لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كذلك أقول لك نعم أنت يا من تشاهدين هذه الحلقة المباركة على القناة المباركة في هذا البرنامج المبارك أقول لك الآن أصدق مع هذا الطفل الصغير الذي بجوارك كيف ذلك عبد الله بن عامر صحابي من صحابة النبي يقول كان رسول الله عندنا وفي بيتنا فنادت علي أمي فقالت يا بني تعالى أعطيك أعطيك فاتجه النبي إلى الصوت وقال لها ماذا أردت أن تعطيه هتدلوا إيه قالت أردت أن أعطيه تمرا يا رسول الله معايا تمرا هتدهوله فقال لها النبي أما إذ لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة كذبة يا الله ما تقول ليش بقى كذبة بيضة وحمر وصفرة الكذب بألوانه الشتى بطباعه الشتى كذب لا يقبله الله ولا يرضى عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كن دائما وأبدا مع الصادقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بهذا أصدق مع زوجتك طيب يا عم الشيخ أنت قلت لي خليك صادق مع زوجتك أنا النهاردة دخلت على الزوجة بعدما شاهدت برنامج في التلفزيون ورأيت يعني مزيعة كده ما شاء الله تبارك الله عمل زي فلقة الجمر ودخلت على زوجاتي فوجدتها بلباس المطبخ فبتقول لي إيه رأيك أنا عمل لك أكل تمام تقول لها إيه ما شاء الله تبارك الله أنت كده تمام بس أنت راجل نقص شنب أقول لك هذا عيب عليك طيب معنا اتصال إن شاء الله معنا أمو محمد سلام عليكم سلام رحمة الله وبركاته زكي شيخ الله يسترك أمو محمد كل سنة وأنت طيب الله يسترك وأنت بالصحة والسلامة الله يخليك بقول لحضرتك والدتي يعني ستة كبيرة تمام ستة كبيرة طيب اخفض صوت التلفزيون هي تعبانا وأخويا فطرها تمام فحضرتك في اليوم عليها كان طيب هي مريضة مرض يعني لا يرجى برؤه مرض شديد مع كبر السن ده عندها مرض لا تستطيع معه الصيام طيب حاضر طيب حاضر هي بقدر ما تقدرش حتى تقعد حاضر ربنا يا رب يتول العمر ويحسن العالم وما بتقول شاء لو هي نيمة أسهل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقمن يا رب العالمين أجيبك إن شاء الله يا أمو محمد أمو محمد بتقول أن يعني طيب نغدو الأسلام موجود السلام عليكم أساس عبدو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا حبيب أعزب تفضل من شي مع محمد الشيخ والله اتفضل يا أساس عبدو أقول لحضرتك اتفضل سمعك قلت حضرتك أنا طبعا إيه راجل علم عاش بس عندي مبلغ خطه في تبع شركة أدوية يعني كل شهر بيديد وينقف يعني الفوايق يعني مش مبلغ ثابت الربح ليس ثابت مش ثابت لا لا تمام تمام فحضرتك أنا طبعا أعوذ بالله من كلمة أنا معاي أربع أولاد متزوجين بيتين وولدين ربنا بريك لك فيهم معاي الابنين متزوجين ومعاهم أولاد بس ما فيش مصدر رزق تمام معاي بنتين واحدة جوزها متوفي بكافض معاش بسيط تمام وبنتي الثانية متجوزة برضو معها عياد وجوزها مش متزوج جاعد في البيت يعني مش مفيش مصدر رزق مش شغال هل يجوز من ذكاة المال اللي أنا بطلحها سنويا في شهر رمضان هيحط ليهم رغم أن هم أنت أمثل حاجة تمام فإيه حضرتك عوز رد يعني إيه هم يعني أحرج ما يكون بصراحة طيب أجيبك إن شاء الله ربنا يخلي أجيبك إن شاء الله بالنسبة لأمم محمد والدتها ستة كبيرة فبتقول لي مش هتقدر على الصيام فطبعا تطعم قديه أقوله لك عن اليوم افطر مسكين طيب قديه عم الشيخ يعني ما يعادل الصوم الصوم الصحور والفطور يعني شوف أنت وجبة الصحور وجبة الفطور بتكلفك عشرين جنيه أكثر أقل فعلى مقدار ما تأكلين في وجبة الصحور والفطور تخرجين عن كل يوم اطعام مسكين إن شاء الله طيب الحجي عبد الموجود بيقول لي يا عم الشيخ أنا رجل كبير وعندي مبلغ معين ونفسي عندي بنتين أو عندي حالتهم غير ميسرة يعني فقراء فهل يجوز لي إن أنا أخرج من زكاة مالي على بناتي وعلى أزواجهم المحتاجين أقول لك يا حجي عبد الموجود لا يجوز للأب أن يخرج زكاة المال على أولاده ليه؟ لأن النفقة عندما تعجز البنت أو تحدث مشكلة بينها وبين زوجها هتيجي لحضرتك مين اللي هينفق عليها؟ انت فمش هبص للتنين ونص في المية بتوع الفقير وأقول لا أنا هطلع من الزكاة دي الأولادي لإني أولادي محتاجين طيب منت معك سبعة وتسعين ونص بيين ما اطلع من الصدقة بلاش الزكاة وأسأل الله أن يتقبل منك وجزاك الله خيرا إن شاء الله الصدق طريق النجاة اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة ومنهم اصدقوا إذا حدثتم يا أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يعلم الناس الصدق في المعاملة فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الحسن وفي رواية أخرى قيل فيها بأنه الحسين وكان بين يدي النبي طمر للصدقة فإذا بسيدنا الحسن أو الحسين على اختلاف الروايات يمد يده فيأخذ تمرة ويكاد أن يضعها في فيه فقال له النبي كخ هذا ليس من حقنا هذا للفقراء إن الصدق لا تجوز على محمد ولا على آل محمد صلى الله عليك وسلم يا رسول الله أنت كذلك اصدق مع أولادك عندما تأتيهم بطعام من حلال إياك أن تأتي لأولادك بطعام من حرام فإن كل جسم نبت من سح فالنار أولى به إن كل جسم نبت من سح فالنار أولى به كان هناك قاضي يعني يسمى ابن مريم وهذا يسمى قاضي مروة كان عنده عبد يسمى المبارك المبارك ده كان عبد أسود إلا أنه كان تقي وكان ورعا كان تقيا ورعا فإذا به يقول طيب معنا لس محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خذ فهميه انتبه سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كل عام وانتك خير جزاك الله خير وحضرتك بالصح والسلام لو سمحت أنا حضرتك أنا عندي سيل في معاك يعني بس الظروف وطعبانة في الشغل ففي ناس عطلوا كارتين حاجات أكل بس حاجات اللي هي نوعف يعني تمام فهو دلوقتي بيجي يفتر معنا كل يوم فأنا بعمل الأكل لنا وبعمل الأكل له فينفع إننا الأكل دو نعمله وناكله إحنا وهو منه يجوز إن شاء الله يجوز إن شاء الله يجوز إن شاء الله آه تمام خادس لو أغنات اللعن هذا الطعام وتصدقت به على الفقراء واليتامة والأرامل والمساكين من أمة الحبيب محمد فمرحبا وأطعمت سلفك ده من الطعام ومن كد ومن تعب زوجك إن شاء الله في ميزان الحسنات طيب أنا محتاجة ويعنبي الشيخ المصريف على الجد خلاص كلي وأطعمي أهلك وهذا طعام حلال إن شاء الله لأنه هو مصدر حلال بإذن الله وأسأل الله أن يرزقكم الحلال وأن يبارك لكم معنا لس محمد سلام عليكم يا شيف اتفضل يا حبيبي أسمعك أنا معك راجب يا شيف اتفضل يا سرية تحت أمرك عمي بس كان متزوج امرأة من أيام البحث الزراعي لو حضرتك تفتكر موضوع الإصلاح الزراعي تمام فالامرأة دي تطلقها بعد موضوع البحث أنا جات البحث وهي موجودة معاه تمام تمام فلما اتطلقت بعدها في سنة خدت جميع متحقتها تمام اتطلقتها اتطلقتها نبحث عليها نبحث عليها نوديها أرضها ولا هي ما لايش حاجة في الارض عاوز نعرف يعني في حرمانية مثلا وانا مفيش لها حاجة حضرتك ممكن توصل لها يا أستاذ رجب ولا لا أه والله أنا لو بحثت واكتهكت عنها أنا وصل بس مش عارف هي عنها ميتة ولا لا حاول توصل لها وتدلها حجها لما أخي الحبيب حتى لا تسأل أمام الله عز وجل حتى لا تسأل أمام الله عز وجل لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومنهم عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فابحث ومن ترك شيئا في الحرام مخافة الله أبدله الله خيرا منه في الحلال فأبشر إن شاء الله أبشر معنا ما قاله أستاذ ملك سلام عليكم عباكم السلام ورحمة الله ورحمة الله الله يسترك يا أستاذ ملك انتصايم أو ليه عل صوتك شوية أستاذ ملك أيها ها فضل أنا حامل وأربعة شهر جزء السلام حاضر حاضر طب أنت الصيام بتعبك يا أستاذ ملك لا ما بتحسيش فيه بتعب الدكتورة اللي حضرتك ماشية معاها ما بتقولكش إن الصيام هيأثر على الجنين اللي ببطنك لا والله يا عم سيك ما رحتي ما رحتيش طيب أجيبك إن شاء الله أي سؤال تاني طيب معنا الأستاذ باسم سلام عليكم طب عليكم أستاذ محمد الله يسترك يا حبيب أستاذ محمد الله إنا عندي مشكلة كده أعود حضرتك فيه فضل يا حاج باسم عندي نتيبي أنا كانت بينه وبينه مشاكل كبيرة تمام المهم اللي أنا المراسي غطبانة دلوقتي بها لها خمس شهور تمام ومعايا معايا ثلاث أولاد وهو بيلف بها على الدجالين وجماعة الشيوخ وجماعة دول عشان إيه؟ فممكن اللي هي تكره عيالها عشان إيه يا حبيبي بيلف بها ليه؟ بيلف بها اللي هي تكرهني وتكره عيالها وتكره كده بينه وبينه مشاكل تمام مشاكل كبير يعني بينه وبينكوا في الجواز وبتاع مشاكل كبيرة طب ليه يا أستاذ باسم مدخلتش أهل الأصلاح عندكم؟ أي كبير في العيلة اللي عندك في العيلة بتاعتك؟ بالتحته؟ دخلت الدنيا وبحالها team Hubham تمام بخلت الدنيا خلا مش دخلت يل حتى الناس بتوع الأهل بتوع المنطقة حوالينا ودخلت الدنيا بحالها بسي هو بينه وبينه مشاكل من جبل ما اتجاوزها أستاذ وما الوافق عليك ليه وما زعلت أنا وهي شوية راحت له وليس باع الشيوخ والدجالين والجماعة دول فاق خد بالك يا سباسم في فرق شاسع ما بين بيروح لشيخ وما بين بيروح لدجال لا دجالين يا شيخ محمد دجالين ويقول لك اللي هو بتاع الدير دوت يروح الدير اللي هو طيب يا حبيب أي سؤال تاني أنا عاوزك تبنأت المحمد هو السؤال ذا تمام يعني لعله يسمعني الآن أقول له يعني اتق الله ورد هذه الزوجة لزوجها اتق الله ورد هذه الزوجة لزوجها وإياك واذهب للدجالين لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فلم يصدقه لم يقبل منه عمل أربعين يوما لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا أي شيء من الأعمال الصالحة تقبل منك منك طالما أنك ذهبت للدجال يا عم الشيخ ده أنا مش مصدقه نعم يقول النبي هذا من أتى كاهنا أو عرافا فلم يصدقه لم يقبل منه عمل أربعين يوما طيب من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد فاتق الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اتقوا الله وأصلحوا بين إخوانكم ولا يحق لك ولا يحل لك أن تبيت هذه البنت عندك في البيت وزوجها في حاجة إليها وفي حاجة إلى أولادها أم ملك بتقول أنا حامل في الشهر الرابعي أم ملك يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لو إن الصيام هذا سيؤثر على صحتك هيعملك أنميا وأنميا مضاعفة وهيأثر على صحة الجنين معاك رخصة ممكن تفتري في هذه الفترة فترة الحمل أو في هذا الشهر شهر رمضان ولو عندك مقدرة فيما بعد خلاص اقضي طيب يا عم الشيخ أنا هدخل على فترة رضاعة ومش هكدر أقضي أعمل إيه خلاص على مذهب أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه عليك الإطعام عن كل يوم مسكينا وإن الله يحب أن تؤت رخصه كما يحب أن تؤت عزائمه يا أخي الحبيب ما زلنا على الطريق إلى الجنة أصدق مع الناس لما أخي الحبيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات العبد فشهد له أربع من جيرانه الأدنين لا بخير إلا قال له ربه قبلت شفاعتكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون قبلت شفاعتكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون أنت يغفر لك الذنب ويصطر عليك العيب بصدقك مع الناس بحسن المعاملة مع الناس لأن الله يقول وقولوا للناس حسنا أبو يزيد البصطامي هذا كان غلام صغير مات أبوه فجاءت به أمه عندما كبر سنه وأراد أن يطلب العلم من بغداد من العراق قالت له يا أبا يزيد قال لبيك يا أمه قالت هذه أربعين دينار هذا أو هذا المبلغ هو ميراثك من أبيك كم يا أمي قالت أربعين دينارا ولكن خذ هذا المبلغ وانطلق إلى بغداد فتعلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بشرط ما هو الشرط يا أمه قالت أن تعاهدني على الصدق قال أعاهدك يا أمي ثم خرج مع القافلة وبينما هو في الطريق هاجمت هذه القافلة هاجمتها النصوص وهاجمها قطاع الطريق فإذا به يقعوا في الأسري فلما سأله أحد النصوص أنت يا غلام هل معك من مال قال معي أربعين دينارا فظل يضحك هو وزملائه ورفقائه من اللصوص وقال لهم تعالوا اسمعوا ماذا يقول هذا الأبلة إنه قبيح المنظر إنه غير مرتب الثياب وغير مهندم الهيئة أيكن معه أربعين دينارا فنادوا على كبيرهم فقال له كبيرهم ما اسمك قال أبو يزيد البستامي قال إلى أين تريد أن تذهب قال إلى بغداد أطلب العلم قال هل معك من مال قال نعم معي أربعين دينارا قال أخرجها فأخرجها من جيبه وألقاها أمام كبير اللصوص قال أم جنون أنت يبني عندك جنون قال لا أنا بعقلي قال أتضع المال أمام كبير اللصوص وأنت تعلم أني لن أرجعه لك قال عندما أردت أن أخرج من بيتي إلى بغداد في رحلة العلم عاهدت أمي على الصدق وأنا أخاف أن أخون عهد أمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله أنت تخاف أن تخون عهد أمك ونحن لا نخاف أن نخون عهد الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فقال اللصوص أنت كبيرنا في السرقة وأنت كبيرنا في التوبة تبنا إلى الله تبنا إلى الله يا أخي الحبيب دائما وأبدا أصدق مع الله في كل شيء وأصدق مع سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن النبي هو القائل اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وكان هذا ابن المبارك كان قاضي مر وكان عنده غلام أسود يسمى المبارك فقال يا مبارك قال لبيك سيدي قال اذهب إلى بستان الفلاني فيه عنب فراعه حتى أتيك فذهب مبارك وراع هذا البستان حتى أثمر فدخل عليه سيده ابن مريم هذا قاضي مر فقال له يا ابن المبارك وكان معه قرناء وأصحاب ائتنا بقطف من عنب فجاءه بقطف من عنب فوجد أن هذا القطف حامض قال يا ابن المبارك ائتنا بقطف آخر فهذا حامض فجاء بقطف آخر فوجده حامض قال تعالى أيها الأبلة أيها العبد الأبق ألا تفهم أقول لك ائتني بقطف من عنب حلو قال يا سيدي والله لا أعلم الحلو من الحامض قال يا الله أنت هنا منذ عام ولا تعلم الحلو من الحامض قال يا سيدي أنت أرسلتني وقلت يا مبارك راعي البستان واعتني بالبستان ولم تصرح لي أن آكل منه قال لا حول ولا قوة إلا بالله لم تأكل من العنب منذ عام وأنت بين الثمار وبين الأشجار الغناء قال يا سيدي أنا سأقف بين يدي قيوم الأرض والسماء ماذا أقول لربي غدا قال تعالى يا ابن المبارك إن لي جارية فتاه جميلة قال أعلمها هي سيدتي قال يأتيها الخطاب من الأمراء من الوزراء من الخلفاء وهي تأبى عليهم لأنهم ليس عندهم دين وليس عندهم تقوى ولا ورع فممن أزوجها يا مبارك قال يا سيدي الفرس والروم يزوجون من أجل الحسب والنسب واليهود والنصارى يزوجون من أجل الجمال أما أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يزوجون من أجل الدين زوج ابنتك ممن يتق الله فإن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها قال أوتقبل بها زوجة يا مبارك قال أنا أنا يا سيدي العبد الأسود الفقير الذي في العبودية منذ ولدته قال نعم سأعطيك حريتك أتقبل بها قال وهل توافق سيدتي قال إن شاء الله وعاد هذا القاضي إلى بنته إلى ابنته فقبلت رأسه وقبلت يديه وقدمه وقدمه فقالت مرحبا يا أبي مرحبا يا أبي فقال لها إجلسيا منيتي أريد أن أزوجك قالت من الخليفة أم من الوزير أم من كبار قادة الجيش فلان قال لها بل من عبدي مبارك قالت عبدك يا أبي إن وجدت فيه الخير فأنا موافقة يا الله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه فإذا به يقول نعم أنا أوافق عليه قالت وأنا قبلت يا أبي فبنا بها ودخل بها ابن المبارك أتدري أول مولود كان من عبد الله ابن المبارك الذي ملأ الأرض عدلا الذي ملأ الأرض عدلا فاتق الله وكن مع الصادقين اتق الله وكن متبع لنهج الحبيب المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فجاءه رجل وأعلن إسلامه أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال له النبي مرحبا بك ضيفا علينا ففادأت المعركة واجتمع الجيش المحمدي مع جيش المشركين وكان النصر حليفا لأمة الحبيب ولجيش الحبيب ولصحابة الحبيب رضوان الله عليهم أجمعين فإذا بالنبي وجد غنائم فجعل له قسما في الغنائم وقال نادو على الأعربي الذي دخل الإسلام لتوه الذي دخل الإسلام الآن قال لبيك يا رسول الله قال هذا قسمك في الغنيمة فقال له يا رسول الله ما على هذا اتبعتك قال ولكن على أي شيء قال اتبعتك على أن أضربها هنا وأشار إلى مكان في حلقه فأقتل في سبيل الله فأدخل الجنة قال إن صدقت الله صدقك الله فسبحان الملك يمشي هذا الصحابي وتبدأ المعركة ويلتحم الجيشان وإذا به ينال الشهادة فإذا بالصحابة يقولون يا رسول الله الأعربي الذي عرضت عليه الغنيمة فأبى أن يأخذها فقال آه هو هو قالوا له نعم هو هو يا رسول الله فنظر إليه النبي فوجده أنه قد ضرب في المكان الذي أشار إليه بيده فإذا به يقول صدق الله فصدقه الله اللهم إني شاهد وشهيد على صدقه يا رب معنا الأستاذ السماح سلام عليكم نعم 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 أنا أريد أن أسألك سألك سألك السماح تحت أمر أنا أبي متوفق قالوا ثلاث سنين ومش يعني إيه مش حس أني متوفق يعني أنا مش عايز أقول أن أبي يتوفق حس أني عايش في مكان تاني عشان مش أدرة على بعض هلضى حرما لحلق أنت بتتكلم على الزوج لا بتكلم لأنا أبوي أعلى أبوك أنت أبي متوفق باله ثلاث سنين تمام وأنا حس أني كان هو قاعدت بيت تاني أقول هو لا هو قاعدت بيت تاني ويوم من الإيال ما ييجي مش أدرة حس أن أبي يتوفق آه يعني أنت يعني صعبان عليك فراج الأب يعني آه مش أدرة مش أدرة تعبان حق أسأل الله عز وجل أن يرزوك في الصبر والسلوان ويربط على قلبك إن شاء الله والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى والله هذه رسالة طيبة لمن يشاهدني الآن يعني هل صدقت مع أبيك ومع أمك هم أحياء أم تنتظر أن ينادى في المسجد وينادى على أبيك مات فلان وماتت فلانة طيب معنا الأستاذ ناجلا سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك يا شيخ الله يستوريك كل عام حضرتك بخير مشاقب له عليك وبرك الله فيه الله يستوريك ويسعيديك يا رب أنت والمشاهدين بقول لحضرتك يا شيخ فضلي أنا مطلقة بس أتظلمت ظلم جديد من صالحه وولده وولده كان يد في الموضوع معاك يا أولاد أيوة معي ثلاث بنات حتى واخدنهم فالظلم ده أنا تكتل واخدوا كل حاجة رغم أنهم يعني لففوني عن محكمة وضيعت اللي وراي والي قدامي من منذ خمس سنين أنا أولا عند أهلي بقى لها خمس سنين يعني ما في الزواج ولا حاج واخدوا حقوقي فأنا طلب حضرتك أولا تدعيلي وثانيا أنا مش مسامحي ومبحث بين عليهم في كل وقت وعمري مهاردة لإذا ردوا لي حقي ما ردوا ليش حقي وعمري ما أنا مسامحي يعني أنت ما أخدتش حقوقك كاملة يا أستاذة نجلاء بعد الطلاق ما أخدتش يا شيخ ده أنا حضرتك ما أخدتش أي حاجة ده أنا بقولك بهدلوني ربنا يعوض عليك يا بنتي ربنا يعوض عليك عندك أي سؤال تاني أطلب من حضرتك إنك تتكلم في الموضوع ده عالسة وعال إن ربنا يهدوم على يد حضرتك ويردولك هو لأن أنا في احتياج لهم حاضر يا أستاذ نجلاء حاضر حاضر يعني سبحان الملك نكمل بس الإجابة على الأستاذ سماح يعني هناك بعض من يعيش أبوه معه وتعيش أمه معه ويكون هاجرا لأبيه وهاجرا لأمه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصر رحمه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه غلام فيقول شاب من الشباب من شباب المسلمين فيقول يا رسول الله إن لي أولاد كثر وأبي هذا يريد أن يشتاح غنمي ومالي فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم من تلبيب هذا الشاب وقال له أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك فأسأل الله يا أستاذ سماح إن ربنا يخفف عنك ويثبت قلبك ويرزقك في الصبر والسلوان إنه ولي ذلك وأن يرحم أباك يا رب العالمين وأما الأستاذ نجاب يقول لي أنا مطلق مع ثلاث بنات وهناك ظلم مبين إياك والظلم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي والله لن ينفعك المال ولن تنفعك هذه الأموال التي أخذتها من هذا الفقير أو الضعيف أو هذه الأرملة أو هذه المطلقة والله كل هذه الأموال وكل هذه البيوت وكل هذه الثروات لن تنفعك في أول ليلة من قبرك لما أخي الحبيب تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى أمس وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة العرس وكم من صحيح وكم من صحيح مات لا من علة وكم من صحيح مات لا من علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر ورد الحقوق إلى أهلها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم وإياك ودعوة المظلوم وإياك ودعوة المظلوم لما أخي الحبيب لأن الله يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا بهذه الست فقال اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة قال اصدقوا إذا حدستم وأوفوا إذا واعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم رواه الحاكم في المستدرك اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم من أراد بلدنا بخير فأعنه عليه ووفقه إليه ومن أراد بلدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء اللهم ارفع عنا سيئ الأسقام اللهم عنا على الصيام وعلى القيام اللهم عنا على صالح الأعمال اللهم ربي لنا أولادنا اللهم اجعلنا خدما لدينك يا رب العالمين اجعلنا من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله